تعمل الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة اليوم على إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا بعد أن رفضت وجودها لسنوات منطقة تقوم على دعم من حلفائها الغربيين هدفها الأمريكي منع أي صدام بين تركيا والميليشيا الكردية الموجودة هناك وضمان عدم عودة تنظيم الدولة حسب مسؤولين أمريكيين مقترح المنطقة الآمنة التي تدعو الولايات المتحدة إلى إنشائها كان إحدى أهم مواضيع صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية التي سلط الضوء عليها حيث نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم أن واشنطن تجري مباحثات نشطة مع الحلفاء الأوروبيين وعلى رأسهم بريطانيا واستراليا وفرنسا بشأن هذا المقترح وذكرت الصحيفة أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جو دامفورد عاد من بروكسل الأسبوع الماضي حيث التقى بقادة أوروبيين كبار وكان مقتنعا بأن الخطة ستنجح وبحسب دبلوماسي أوروبي نقلت عنه الصحيفة فأن القادة الأوروبيين لم يعطوا جوابا نهائيا ورسميا للأمريكيين لأن المفاوضات بشأن المنطقة لا تزال جارية كذلك أوضحت الصحيفة أن مخطط المنطقة الآمنة التي عبرت الميليشيات الكردية في سوريا عن رفضها أن تكون تحت سيطرة تركيا يهدف إلى تجنب عودة ظهور تنظيم الدولة في المنطقة وتجنب احتمال وقوع اشتباكات بين تركيا وقوات ميليشيا سوريا الديمقراطية التي وظفتها ودعمتها الولايات المتحدة ضمن الحرب على تنظيم الدولة وبحسب المخترح الأمريكي تبلغ مساحة المنطقة الآمنة 20 ميلا في عمق الأراضي السورية على طول الحدود التركية وتمتد من نهر الفرات إلى الحدود مع العرب وبينما ستكون المنطقة تحت سيطرة قوة أوروبية ستقدم الولايات المتحدة الدعم عبر الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع باستخدام الطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات إلى جانب قوات الرد السريع إذا لازم الأمر بالإضافة إلى توفير الدعم اللوجستي وعمليات إجلاء المصابين ترجمة نانسي قنقر